إن هذه الأكلات مؤذية للأسنان فعندما تكثر منها سوف تسبب لك التسوس أما عندما تنظف أسنانك فسوف تحارب التسوس هذا ليس صحيحا فأنا لا أهتم بأسناني ولم تؤلمني بعد موسيقى من هناك؟ أين أنا؟ أنا كنت في فمك وأنت تأكل الحلويات فألمتك أسنانك ذهبت إلى الطبيب فقام بخلعي موسيقى 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 وبقيت وحيدة بعيدة عن باقي أصدقائي موسيقى 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 انظر حولك لترى بنفسك هذه أسنانك الآن بعد أن أهملتها ولم تنظفها موسيقى موسيقى حسنا وماذا عن أسنان صديقي؟ وهذه هي أسنان صديقك انظر كم هي نظيفة اين الحلوة؟ لا حلوة بعد اليوم لقد قررت أن أهتم بأسناني وبتنظيفها جيدا حتى تصبح قوية ونظيفة وأنتم كذلك يا أصدقائي يجب أن تهتموا بتنظيفها حتى تبقى نظيفة مثلي نظف أسنانك لتكسل الأعلى منها والأسفل أسنانك إن صارت أكوى جسمك ينم ويسلم فلنمنى مطب أسنانك تحميها وطفها تسمح بيطانك ترجمة نانسي قنقر